كلمت اللاعبين المستبعدين او مثلا بتكلمتهم طبعا انا والراجل انا والراجل مع بعض تصلنا بيهم لاعب لاعب ومش عايز اقول لحضرتك الرسالة الراجل نقالها للحيفة هي دي اللي انا بقولها لحضرتك بالزبط ان هو مبسوط جدا من كل الناس اللي كانت موجودة انما احنا بنختار والاقتيار دايما المنتخب ايامه بتبقى محدودة دمناميس الديئة او الثانية في المنتخب بيبقى لها حساب لازم اللاعب اللي يكون جاي ده يعني عارف قيمة الديئة او الثانية دي ويكون في افضل حالاته الفنية والبدنية والزهنية وكل شيء لان الوقت بيبقى ديع جدا وقته بيبقى ضعب جدا فانتو كلمتهم حضرتك وكابتن كيروش طبعا انا والمشافر له طبعا نتكلمناهم كلهم واحد واحد والراجل اللي يعني وصلهم رسالة كلهم بانه باب المنتخب مفتوح اللي ليهم وهو معجب جدا باللي عملوه مع الفريق الفترة الفترة الصغيرة مع ليبيريا كمان حتى في الودية مضبوط طبعا مضبوط الراجل عنده خصائص مميزة جدا بصراحة في التواصل مع اللاعب بشكل جويس جدا وبيحافظ على المجموعة ومن اول يوم دخلت اللاعب المعذكر اللي هو المعذكر اللي فات اللي قابل ليبيريا قال لهم انا منتخب مصر مش حداشر لعب منتخب مصر 35 و40 لعيف دول هما القوام اللي انا بعتمد عليه مش هعتمد على 11 بس لعب ما لعبش ده القوام وده القوام اللي انا بعتمد عليه شارت ما عودت احمد فاتحي شارت الكابتن لأحمد فاتحي ولا لصلاحة شارت الكويدة ان شاء الله لمحمد صلاحة مدام لميس واشن حسننا الموضوع ده عشان ما نصولش في مشاكل زي ما حصل قبل كده انا بلغت احمد فاتحي الرسالة واضحة جدا قبل ما نعلن الاسماء احمد فاتحي المدرب الاجنابي دايما ليه نظام وليه تنتم هو بيختار الكابتن اللي موجود فهو اختار محمد صلاحي ففاتحي طبعا تقبل الموضوع والموضوع مش مكتوح ولا في مجال لفتحه مرة تانية هل زي ما قلتني كلمتوا الشباب المستبعدين كيف كان رد فعلهم لو كان فاتحي كلهم يعني تقبلوا الكلام والرسالة اللي الراجل وصلها افضل اتقبال ويعني كلهم اكدوا على ان الكلام ده يرفع من روحهم جدا جدا ويبزلوا كل جهد عندهم ان هم يبقوا موجودين الفترة اللي جاية معنا ان شاء الله الاستعدادات لليبيا ودول ماتشين مهمين جدا اول ماتش عندنا اعتقد في برج العرب يوم تمانية اكلمني عن الاستعدادات اللي جايين من برا زي صلاح وغيره جايين امتى ايه الوضع بالزبط يعني ان شاء الله احنا بدأنا النهار ده الرسمي تجمع الى عجين الموجودين في مصر ومن بكرة بإذن الله توافد المحترفين حجازي وصل ان شاء الله ويتضم معنا بكرة وعمر مرموش ان شاء الله بكرة يعني وانني عنده مباراة بكرة بإذن الله هيخلصها ويجي على مصر على طول وطبعا واحمد حسن كوكا ولعب برضو شوت في المباراة النهاردة وعمر مموش لعب ومنتابعين كل اللاعبين صلاح اثر واحد هينضم لان لسه مباراته لسه ان شاء الله مع ليبر بول بكرة فيوصل ان شاء الله يعني بعد يومين بإذن الله يعني ربنا معاك وكل قلوبنا معاك يا كابتن واقل صحيح انت بتقول احنا عندنا 120 مليون مدرب كل الناس بتدرب كل الناس بتقول طب ده لقب كم دقيقة طب وشمعنا فلان لقب كم دقيقة طب وده اللي جابت جوني يعني كل الناس او ده طبيعي ده طبيعي على فكرة في العالم كله مزم لميس واحنا ما عندناش اي اعتراض على كده انما الناس بتبقى عارفة ايه اللي المطلوبة تعمل وبتحاول ان هي تحركه او بتحاول ان هي تغير او عايزة توصل كلام مش حقيقي ابدا احنا بنتعامل بشفافية واحنا عارفين ايه مثل المكان اللي احنا موجودين فيه مفيش حد فينا بيتساخر جهد على مساعدة الراجل في كل اللي هو بيطلبه بيعمله انما انا ليه طلب واحد بس الناس بقى وصف الراجل ده لابعد الحدود الراجل ده يعني تاريخه مميز جدا عينه مميزة جدا يعني يكفي مادام لميس اكتشافه بنتكلم على واحد من اعظم لعيبة الكرة في العالم في اثر 15 سنة واحد من احسن لعيب العالم كريستيانو رونالد هو كان السبب في اكتشافه ان هو نقله لمنشيستر رونالد اتعامل مع اسماء ولاعبين قيمة وقامة في تاريخ الكرة في العالم فلازم نصد فيه وفي اختياراته في انه هو يعني بياخد كل شيء بتفاصيله بتركيز كبير جدا جدا فنتمنى له كلنا التوفيق واشنا كلنا في ظهره كلنا معاه وكلنا بتساعده في اللي هو يطلبه مننا انما هو لازم نجيله الحق لانه هو صاحب القرار الاول والاخير ولازم كلنا نقف نقف وراء القراره يعني وراء الكلام اللي هو بيطلبه وبينفزه بشكرك كابتن واقل جمعة مدير المنتخب اذا من الواضح انه قرارات كيروش المدير الفني الجديد قرارات حاسمة حازمة واضحة لا تدخل فيها هو مش طالع يوم الاتنين ليبرر اختياراته طبعا اكيد هيتسئل من الصحفيين ولكن هو مش طالع يبرر اختياراته طبقا اللي قاله كابتن واقل جمعة مدير المنتخب وطالع ده يعني تقليد عادي ومؤتمر صحفي في توقيته فيه قبل مباريات مهمة تقليد عادي وشارة الكابتن لمحمد صلاح وانه كيروش وكابتن واقل جمعة كلموا اللعيبة المستبعدين وكان في بينهم حوار وانه كمان استقبلوا هذا الامر بصدر راحب وايضا كابتن احمد فاتحي استقبل موضوع الشارع بصدر راحب فاذا ده موضوع محسوم نخرج فاصل ونرجع بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر